يتني بعض الاتصالات من أولياء الأمور بس أنا طلب تأكيد إن الطلبة لما يعبون هذا اللي اسمه شنو الابليكيشن وديو عشان يتجهزون أنهم يرجعون لكويت إن يعطيه يقول لك بحجر منزلي أو حجر مؤسسي هم يطلبون منه يقول لك إيه فأنت إذا عطيت الاختيار حق الطالب أكيد بيقول لك بحجر منزلي الشغلة الأكبر من هذا وأتمنى أني أنا أكون مخطئ هل سيتم فحصهم في مطار الكويت ولا لا هذا الحج هل سيتم ورجعون ركزوا على كلامي يوم الأحد راح تبدأ عملية الإجراء راح يبدون يون بالآلاف يوم الأحد هل سيكون هناك فحوصات في مطار الكويت ولا فحوصات فقط حرارة بالأحرى خنعيدها علشان تكون واضحة هل سنخطئ نفس الخطأ الأولي اللي صار أن تي طيارات ونحن ما ندري عنها بعدين نضطر أن نفتح أرض المعارض وتيبون الناس وتفحصونهم الإجراء اللي صار الآن صح اللي هو الناس قاعدة تي وقاعد يفحصونها طيارات اللي يت آخر شيء ولكن أتمنى أن يتم فحص كل الناس اللي راجعوا اللي راجعين الخمسين ألف هذا اللي بيرجعون الكلام اللي قاعد يوصلني شوية مذبذب ما بين الناس تقول أن هناك نية بعدم الفحص وإحنا قلنا ما لابنتعامل مع الإشاعات ولكن إحنا شوية نرفع علم مال الإنذار أن إذا ما تم فحصهم سوف تكون هناك كارثة أنزين لأن اليايين أكثر هم بعد ياينك من لندن وياينك من أمريكا دول موبوءة رسمي دول تعتبر موبوءة فبالتالي اتخاذ إجراء الحجر المؤسسي نحن نشوفه ضرورة لكن اتخاذ الحجر المنزلي على لبس الساعات أو الصوار اللي ما يقدر يفصخه والتابعونه يجب أن يكون معه إجراءات أولية منها رغم واحد افحص في المطار يمكن واحد يأيك حامل المرض أنت بتطيح عليه بتشوفه صحيح فأتمنى أن يتم هذا التطبيق علشان بس ننهي الإشاعات أتمنى وزارة صحة تطلع في هذا التصريح عشان ننهي الإشاعات أنت سويت مقابلة مع واحدة من الأخوات الضار في المطار فهذا كنا في الصلاة المعدة أو الخيام المعدة هذا بالسابق بالسابق ولازال الحين موجودين هذه الخيام موجودين أول ما تديش في المسحة وفي الدم وفي الأمور يتمنى أن يكون هناك مسحة مسحة نعم هذه إمنيتنا هذه إمنيتنا في البرنامج حتى ننهي اللغة اللي صار بشارع قالوا الخواتنين لما تويت معهم مقابلة قالوا الشغلة هذه فإن شاء الله لشأن هذا قم بلوقطها بالضبط